المشاركة السادسة في المونديال تبقى الحلم والهاجس الذي يفكر فيه جميع الجمهور المغربي رحلة وتصفيات بالنسبة لأسود الأطلس تنطلق سهرة الخميس بالمجمع ريادي الأمير مولاي عبد الله أمام منتخبي السودان لحساب الجولة الأولى من المرحلة الأولى من تصفيات البوسني وحيدا للوزيتش الذي يعيش تحت وطأة الانتقادات منذ مدة طويلة دون أن يجد طريقا للخروج منها يعرف جيدا أن أي تعثر في مستهل التصفيات قد يكلفه منصبه على رأس أسود الأطلس خاصة بعد اختياراته المثيرة للجدل والتي شملت استبعاد نجم المنتخب الأول حكيم زياش أرجعها ناخب المغربي لأسباب اندباطية تتحدثون عن حكيم زياش في آخر معسكرين للمنتخب قام بسلوكات لا تتماشى مع مكانته في المنتخب وهو من قادة هذا الفريق لقد جاء متأخرا ثم رفض أن يتدرب بنسبة لي النقاش حول الموضوع انتهى المنتخب المغربي خد أمس آخر حصة تدريبية شهدت وضع آخر اللمسات التقنية والتكتيكية قبل هذه المباراة الهامة كما يؤكد ذلك سوفيان بوفل سوفيان بوفل أحد الأسماء المتألقة خاصة بعد عودته لنادي أنجي الفرنسي بينما الجزائر تستقبل اليوم جيبوتي النخب الجزائري جمال بالماضي أبدأ استياءه العاري من أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة التي من المرتقب أن تحتضن المباراة واستعمل جمال بالماضي كلمة قاسية ويصف حالة أرضية الملعب الذي يحتضن هذا النزال الجزائر تبحث عن العودة إلى المونديال بعد غياب عن النسخة الماضية في روسيا أما في بقي مباراة المنتخبات المغربية تونس تلعب الجمعة أمام غينيا الاستوائية فيما موريطانيا تواجه زامبيا أما النتائج التي سجلت حتى الآن غينيا تعدلت أمام غينيا بسو بهدف لمثله في مجموعة المنتخب المغربي بميسر فازت على أنجولا بهدف نظيف السينغال تفوقت على توقو بثنائية نظيفة فيما المنتخب الليبي عاد إلى بنغازي ليفوز على القابون بهدفين لوحد كرة القدم الأوروبية الآن ونستهل حديثها مع أخبار تسفية كأس العالم قطر 2022 الجولة الرابعة انتلقت أمس وكريسيانو رونالدو استعرض أمام أيرلندا بتسجيله لثنائية الفوز بعد تأخر خلال الجل أطوار المباراة رونالدو كسر الرقم الإيراني علي دائي وأصبح أكثر من يسجل أهدفا دولية مع منتخب بلاده بعد وصوله للهدف الحادي عشر بعد المئة في باقي النتائج فرنسا تعثرت في سرسبورغ أمام منتخب البوسنا والهيرسيكو رغم تقدم أبطال العالم بهدف أنتوان جريزمان إلى أن مهاجمة انترنسيونالي ميلانو الإيطالي إيدن جيكو عدل للبوسنا ليمنحها نقطة ثمينة اليوم السويد أمام إسبانيا إيطاليا بطلت أوروبا تواجه بلغاريا فيما ترعب إنجلترا أمام هنغاريا ونبقى في معترك تصفية هذه المرة في منطقة أمريكا الجنوبية الجولة التاسعة من التصفية تنطلق مساء اليوم في لاباس حيث تستقبل بوليفيا كولومبيا في نفس توقيت المباراة الإكواتور تستقبل الباراغواي وفجر الجمعة الأرجنطين مع اليون الميسي تظهر للمرة الأولى بعد تجويجها بكوبا أمريكا تتنقل لمواجهة بنزويلا فيما يهدف منتخب البرازيل للاستمرار في السدرة وهو يواجه أشيء لأخيرا الأوروغواي أمام بيرو ونختم هذا العدد من سباح الرياضة بالحديث عن رياضة الغولف وثالث جولات الفيدكس كاب تور تشامبيونشيب التي تأتي لتختتم موسم البي جي اي تور بأتلانتا ولاية جورجيا الأمريكية الترشيحات صبوا في خانة الإسبانيو الراما الذي لعب بشكل جيد طيلة البي جي اي تور هذا الموسم إضافة للأمريكي باتريك كانتلايا الذي فاز الأحد الماضي بالجولة الثانية في بطولة البي ام دابليو تشامبيونشيب متغلبا على برايسن دوشامبو الذي يبقى ضمن الأسماء المرشحة دون أغفال اسم الأمريكي توني فينو هذه البطولة تنطرق اليوم وتختتم الأحد